بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لحدثنا عن البيزيك هباتولوجي كورس طبعا احنا مرينا بمراحل كتيرة او في الكورس من اول زيرو ليفل زي ما اتفقنا ابتدينا من الاناتومي فيسيولوجي ومرنا بديزيز او زاليفر واخدناها كلها زي ما اتفقنا من الزيرو ليفل وبتدينا نتكلم على الكورونيك ليفر ديزيز بددينا نتكلم على الكمليكيشن بتاعته بددينا نقول الاوتو اوميون ليفر ديزيز الميتابوليك ليفر ديزيز الديزيز ليفر ويز بريجنانسي وتوقفنا في المرة اللي فاتت عن الهباطايتس كان كلامنا بينصب احنا بنقول والله الهباطايتس كلاسيفيكيشن بتاعته ده طبعا انا لما بقولك هباطايتس بيتورد لزهنك ان ده فيرال هباطايتس لا طبعا هو الهباطايتس ده مجموعة كبيرة منها الفيرال هباطايتس لما جينا قسمنا الهباطايتس قلنا ده انفكشوس هباطايتس اهمهم طبعا وبلا يعني منازع الفيرال هباطايتس ومعها البكتيريا الهباطايتس والبرازيتيك هباطايتس ده كله تحت كلمة infectious hepatitis بعد كده فيه نوع آخر من الهيباطايتس toxic hepatitis أشهرهم drug induced liver disease الالكوهوليك هيباطايتس chemical hepatitis وفيه other causes of hepatitis قلناها قبل كده منها الـ autoimmune hepatitis في radiation hepatitis قلنا ان الهيباطايتس لما بنيجي نتكلم عليه لازم نقول هو الهيباطايتس ده acute ولا chronic وافردنا محاضرة كاملة المرة اللي فاتت عن acute viral hepatitis وكنا اهتمين جدا بالجدول ده ان احنا عندنا خمسة viruses ليهم تأثير كبير على الـ liver كلهم بيمروا بمرحلتين مرحلة الاولانية acute viral hepatitis وبعض منهم بيكمل يبقى chronic قلنا ان الهيباطايتس A وB وC وD وE قلنا احنا هنقول الفرقات ما بينهم العامة كلهم RNA virus ما عادى الـ B هو الـ BDNA virus كلهم spread by blood-borne infection ما عادى الـ A والـ E ده فيكو أورال قلنا الـ incubation period بتبقى long إلا الهيباطايتس A وE short وقلنا اهم نقطة اللي هي هنكمل بيها النهاردة ان الـ A والـ E ملهمش chronic liver disease ما يتحولوش لـ chronic طبعا الـ E قلنا الـ exception بتاعه لو في الـ immunosuppressive patient ممكن يبقى chronic ولكن اللي بيبقى chronic دايما الـ B والـ C والـ D قلنا liver cancer برضو يبقى مع chronic liver disease اللي هو الـ B والـ C والـ D الـ A والـ E مفيش ما بيبقوش بريديس بوزد لـ malignancy والـ immunization قلنا للأسف كلهم يعني لسه مفيش immunization للـ C ولا للـ E النهاردة جايين نتكلم على chronic hepatitis طبعا general definition بنقول إمتى نقول على ده chronic hepatitis لو فيه شرط مهم جدا إنه diffuse hepatic inflammation مع necrosis الشرط الأهم إن ده يستمر أكتر من 6 شهر يبقى في أول 6 شهر من وجود الفيرل أو الهيباطايتس عموما ده بيسموه acute hepatitis عشان يبقى chronic لازم يتخطى حاجز الـ 6 شهر ويكون معاه chronic inflammation مع necrosis لما حبنا نقسم نعمل classification لـ chronic hepatitis قلنا والله إحنا ممكن نقسمه حسب الكوز حسب الـ histological activity أو الـ grade حسب الـ stage أو degree of progression طبعا هو الأسهل والأشهر والـ more practical هو اللي إحنا نقسمه according للـ cause طبعا بييجي في مقدمة causes of chronic hepatitis الـ virus أو viral hepatitis B, C and D وطبعا لما بقول viral hepatitis بيبقى واحد من الثلاثة دو بيجي بعد كده حاجة قلناها في المحاضرات السابقة اللي هو الـ autoimmune hepatitis زي قلناها قبل كده metabolic diseases liver disease زي الـesteatosis ويلسون الـ alpha anti-tripsin الـ hemo chromatosis طبعا وده كانت محاضرة مهمة جدا ايه تاني يعمل chronic hepatitis الـ alcohol drugs ودي هتبقى ليها محاضرة مهمة جدا أشهرهم الألفا ميسايل دوبا الميثوتريكسيت الـ INH البروبالثيوراسيل وطبعا فيه جزء مجهول بالنسبة لنا اللي هو الكريبتوجينيك كورونيك هباطايتس وده بيمثل أكتر من 10% من الكوزيس أوف هباطايتس يبقى احنا كده قلنا الأسباب الأسباب بتاعتنا دي كلها هي أهم نوع من أنواع الكلاسيفيكيشن هو كلاسيفيكيشن أكورединج للكوز أكوردنج للكوز لما يقول لك كلاسيفيكيشن أوف كورونيك هباطايتس قول لي في الغالب أنت أصدك كورونيك هباطايتس كلاسيفيكيشن أز ريجارد الكوز الجنرال باستوولوجيك الكنسدريشن واحد عنده كورونيك ليفر ديزيز أو كورونيك هباطايتس ده نلاقي فيه إيه قال لك والله منلاقي كورونيك انفليميشن في انفيتريشن بالإنفوسايت بلازما سيل ولو التطور المرحلة اللي بعدها بيبقى فيه نيكروزيس فيبروزيس وينتهي بالنهاية المحتومة اللي هي ليفر سيروزيس ولو خطوة كمان تقول لي طب وبعد كده أقولك لا كل السيروزيس وبريديس بوزنج فاكتور للهي سي سي أو الهيبات سليلر كارسينون نبتدي بالموضوع الأهم والأشهر ويعني ولما بقول هباطايتس بيتوارد لذهننا دايما الكرونيك فيرال هباطايتس طبعا الكرونيك فيرال هباطايتس هو درة التاج بتاعة الهيباتولوجي لما أنا أقولك مثلا أنا عندي النهاردة امتحان هباطولوجي أذكر إيه؟ أقوله ذكر لي كرونيك فيرال هباطايتس ده أهم وأشهر موضوع وطبعا كانت للسنوات عديدة جدا جدا كان ده موضوع للأسف ما كانش فيه أي حلول دلوقتي الحمد لله الوضع اختلف تماما بقى فيه تريتمنت لمعظم أو لكل الأنواع زي ما هنشوف النهاردة مع بعض الكرونيك فيرال هباطايتس هي لما أقول كرونيك فيرال هباطايتس أنا باقصد بيه البي أو الدي أو السي ده هما الموست كومن كوز أوف كرونيك فيرال هباطايتس الكلينيكال بيكشر خدها قاعدة لما تقول العين بيشتكي من إيه في كرونيك فيرال هباطايتس كومبليتلي أسيمتوماتيك وده الموست كومن يعني فيري رير إن حد ييجي يقولك أنا هروح أكشف لإن أنا وطلعت كرونيك فيرال هباطايتس لا وما اللي بيحصل إيه؟ بيبقى اكسدينتلي واحد راح يدي دم بلوت دونيشن واحد راح يعمل عملية فبيعملوله إنفستيجيشن قبل العملية واحد راح يشتغل في شغلانة فبيعملوله تشيك أب قبل العملية واحد بيعمل تشيك أب دوري عادي خالص فيطلع إن عنده فيرال هباطايتس طبعا السيمتومز لو جاتها تبقى كرونيك فاتيج ودي حاجة جنرال جدا لدرجة إن هي مرتبطة بمعظم الأمراض ما بتديش إكلول أي حاجة طيب إمتى؟ بعمل ليفر إنزايم بالغالب بتبقى بدايتها اللي أنا بعمل ليفر إنزايم الليفر إنزايم طلعت عالية بفكر في فيرال هباطايتس ببتدي طبعا في المناطق الانديميك للفيروسز زي مصر فدايما بنعمل السي والبي ده كبداية كلام طبعا لو كورونيك ليفر ديزيز بريزنتد في الليت ستيج هيبقى عندها الليت ستيج المانيفستيشن أوف كورونيك ليفر ديزيز اللي هي الدروس اللي قبل كده اللي هي كورونيك ليفر سي الفيلير طبعا ده مرحلة متقدمة نتمنى أن المريض ما يجيش فيها لا المريض في الغالب بيبقى اكسدينتلي ديزكوفرد أو ديورينج تشيكا الكلينيكة البكسر برضو من الحاجات اللي هي برضو غريبة شوية إن العيان يجي يشتكي بحاجة تانية خالص اللي هي إكسترا هيباتيك مانيفستيشن أوف هباطايتس فيروس يعني أكثرهم البي و السي طبعا البي و السي بيبقى اليوم إكسترا هيباتيك مانيفستيشن مانيفستيشن مالهاش علاقة بالليفر ولكنها ليها علاقة بوجود الفيروس في الجسم كلها أوتو أميون أشهرها الأوتو أميون ثايرودايتس إعلقتها إن الفيروس نفسه هو أنتجي أنتبودرياكشن يعمل دي المشكلة دي ميكسد كريو جلوبينيميا جلومريولينفريتس جوجرين سندروم أرثريتس أرثرالجيا سكين راش كل الحاجات دي ممكن تبقى أسوشيتد مع الهيباطايتس وخصوصا الهيباطايتس سي ودي بنقول عليها إكسترا هيباتيك مانيفستيشن طبعا زي ما قلنا هو الفيرست بريزنتيشن دايما بيعمل شيء قبل لقيت الإنزيمات عالية طب إيه عام الإنزيمات عالية إيه بتشرب كحول بتعمل كذا بتعمل كذا في فاتي ليفر في هايبر كوليستيريليميا هو في فيروسز نعمل الفيروس سي و بي يطلع لواحد منهم بوزتف يبقى هو دي المشكلة الأساسية عند المريض وخصوصا في المناطق اللي إيه زي ما قلنا فيها انديميك فيروس زي فيروس بيو سي نبتدي واحدة بواحدة الهيباطايتس بي اذا كرونيك ديزيز بنقول والله الدياجنوز في هيباطايتس بي والمانجمنت بتاعه أول حاجة مشكلة الفيروس بي اللي هو ممكن يجي في أي ستيج يعني ممكن يجولك يتقسم أكوردنج للفيرال لود ممكن يكون عنده هيباطايتس بي والفيروس مش موجود ايه ده ممكن اه ممكن طبعا ممكن يبقى الفيروس لود قليل ممكن يبقى كتير كل دي واحدة ليها ستيج وكل واحدة ليها علاج أكوردنج اللي ده السيرولوجيكال ماركر برضو زي ما هنشوف النهاردة ليها كذا سيرولوجيكال ماركر بوزتف ونيجاتف ودي لها علاج ودي لها علاج دي لها جايدلاينز دي لها جايدلاينز دي لها رود ماب نمشي فيه عشان نعالج والتانية لها علاج آخر ليفر انزيم انيفيشن هل برضو الليفر متأثر ولا لا وكمان كذلك الليفر هستولوجي الهستوباصولوجي بتاع الليفر هل فيه كرونيستي وصلت لأني ستيج هل هو فيبروزيس ولا مجرد ميلد انفلاميشن ولا سيروزيس كل واحدة من دول بي ديفرنت ستيج وكل واحدة ليها الوي بتاعها للعلاج عايزين قبل ما نبتدي نشرح تركيب الفيروس لانه هو ده اللي هدينا كله اباوت السيرولوجي بتاعه اول حاجة الفيروس لابس جاكت الجاكت ده هو السيرفز انتجن يبقى السيرفز انتجن ده الجاكت اللي محوط الفيروس من بره بعد كده نخش خطوة الجوه هنلاقي الـ E انتجن هبطايتس B انتجن ايه ده؟ ده سيكريتوري بروتين بروسست فروم ذا بريكور بروتين بيبقى موجود بعد المنطقة بتاعة السيرفز انتجن نيجي نخش الجوه خطوة ده الهبطايتس B الكور انتجن ده موجود جوه الفيروس وفي الاخر طبعا الـ DNA اللي بيتميز بيها فيروس B عن كل الفيروسات بتاعة الكابد اللي هو الـ DNA فيروس يبقى احنا عندنا السيرفز انتجن الكور انتجن الـ E انتجن والـ DNA بوليميريز طيب طيب ما قلنا ان احنا عندنا الفيروس ده زي الجاكت بالضبط واحد لا بالجاكت الجاكت اللي بره ده ده السيرفز انتجن اللي بعديه الـ E انتجن اللي جوه جوه خالص ده الكور انتجن يبقى ده التركيب بتاع الفيروس اللي احنا نحفظه علشان هيفدنا كتير جدا جدا في الانفستيجيشن زي ما نشوف دلوقتي طيب الفيروس بيمشي في الدم ادي الدم ما هو ماشي ما بين خلال كبد الفيروس دخل الفيروس زكي قوي بيطلع حاجة اسمها viral surface بروتين الـ viral surface بروتين ده بيشغل الـ immunity بتاعت الـ patient انه هو تأتاك البروتين ده تطلع anti-body agenis وتروح تمسكها وتخلي الفيروس يعني ذا ما بتقوله ايه تشغل الـ immune system لغاية ما الفيروس يوصل للخلايا بتاعت الكبد يعني زي ما نشوف دلوقتي كده ادي اهو اول ما الفيروس يخش ووصل اهو الـ hybataitis B virus وصل الازرق ده اللي هو ده ثوري ده بيطلع viral surface بروتين اللي هي النقطة الحمرة الكتيرة دي جدا فتيجي الـ anti-body تروح تمسك فيها تمسك فيها تمسك فيها وتخلي الفيروس الحركة دي تدي فرصة للفيروس ان يروح يأتاك liver cell بنفسه وبعد ما شغل الـ anti-body والـ immune system انه يأتاك الفيروس نفسه طب حلو يجي الفيروس اهو ادي خلاها الكابت الفيروس ماشي مع الدم يجي يمسك فيه receptor موجودة على liver cells liver cells اللي هيها receptor هي دي اللي بتستقبل للأسف الفيروس ادي الفيروس اهو مسك فيه الريسبتور بيحوم حواليها ومسك فيها ابتدى يخش جوه الخلية ابتدى ادي ان ايه بتاعه يخش في تركيب الخلية الكابدية وهي دي الكارثة اللي بتحصل انه بيغير تركيب الـ DNA بتاع الفيروس فيه نقطة مهمة جدا الفيروس ده الكورونيستي بتاعته مش زي ما انتو متخيلين هو الناس متخيلين ان الفيروس بي ده جاست دخل هي بقى كرونيك لا ده نسبة الكورونيستي في الأدلت اقل من 10% يعني من كل مية بيجي لهم النهارده هباطايتس بي في 90 منهم ربنا بيكتب لهم الشفاء من غير علاج اللي بيكمل أقل من 10% امال ايه ده ايه الرقم الرهيب ده ده في الانفان عشان كده اخطر واحد يجيله كورونيك هباطايتس اللي هو في الـ او في الانفانسي ابتو 90% من الحالات بتبقى كورونيك وعشان كده الاصابة في الأطفال خطر جدا 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 عشان كده الـ في الأطفال مهمة قوي الـ 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 للأمهات اثناء الحملة انه دايما بيبقى ده اثناء الولادة او الـ بيبقى اثناء من الأم للإبن او الطفل فعشان كده ده بيبقى الموث سيريس لانه ده بيبقى دايما في الغالي بيبقى كورونيك بينما في الأطفال طلق 10% اقل من 10% زي ما انتم شايفين هو اللي بيبقى كورونيك طيب خلينا نخش بقى في الموضوع احنا بنقول سيرولوجي دياجنوزيس سيرولوجي كالدياجنوزي فيرال بي هباطايتس هنتكلم اول حاجة الـ اهم انتجن اللي بره ده اسمه ايه ده اللي هو بتاع الجاكت بتاع الفيروس اللي هو السيرفيس انتجن ده بيبتدي يظهر زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو الاولاني بيظهر على طور من 1 ل 10 اسابيع after acute exposure ده during the incubation period يبتدي يبقى فيه الانتجن before حتى السيمتوم ولا اللي تيبقى elevated اول نقطة بتحصل او اول خطوة بتحصل يلاقي السيرفيس انتجن موجود في الدم زي ما انتم شفتوا انه هو بيبتدي يطلع انتجن كتير جدا عشان يلهي immune system بتاع الجسم عشان يقدر يوصل للسيلز بامان الهيباتيك سيلز طيب لو ربنا كتاب له الشفاء اللي هم التسعين في المية من الأدلت ده الهيباتيتيس سيرفيس انتجن بيختفي بعد ستة شهر بعد ستة شهر من دخول الفيروس وساعتها يبقى ألف مبروك العيان ربنا كتاب له الشفاء الكامل ده اللي هو لو حصل الريكافري طيب لو حصل بقى استمر لو استمر أكتر من ستة شهر يبقى ده احنا زي ما اتفقنا في التعريف يبقى ده اسمه chronic viral infection يبقى ده chronic viral هباتيتيس العيان ده كده هيكمل معه الفيروس اللي هو نسبة العشرة في المية في الأدلت طيب ربنا كتاب له الشفاء اللي هو الهباتيتيس بي سيرفيس انتجين بيبتدي يظهر بعدها الهباتيتيس بي سيرفيس انتيبودي اللي هو ده اختفى وابتدى يظهره الانتيبودي يبقى عنده ربنا يكتب له كتاب له الشفاء اللي هو اختفى طيب لو استمر لا لو استمر يبقى ده ومن غير ظهور الهباتيس انتيبودي العين ده مش هيجيله تاني لأن الانتي بودي ده لو دخل هيأتاك على طول الفيروس فالعين ده هيبقى بروتيكتد أجينس الري يبقى ده واحد عنده ده واحد ربنا كتاب له الشفاء اللي بيحصل اللي بطايتس بي بيعلى وبعد كده اليميون سيستم بيتحكم فيه وبيقضي عليه يبتدي يظهر الانتي بودي بتاع السيرفيس وده بريزيستانت فور ييرز طب العيان العشرة في المية اللي هم هيكملوا معانا بقى كورونيك انفكشن السيرفيس انتجين ده بيتانه سنين طويلة وما فيش انتي هيبطايتس بي سيرفيس انتي بودي ظهر فده اللي عنده كورونيك انفكشن يبقى دول المرحلتين أو النوعين لإما ربنا كتاب له الشفاء فبيتانه مكمل معانا السيرفيس انتي بودي أو مظهرش فبيكمل السيرفيس انتجين بيكمل فور ييرز اللي اخضر ده اختفى لان العين ده ربنا كتاب له الشفاء وده كمل ازبتده يظهر الانتي بودي وابتدت تومنتين هنا الراجل ده العكس ده كورونيك انفكشن العشرة في المية اللي هم بيتانوهم ده بيتانو فور ييرز انفكتد بالفيرس طيب ده اول نوع لو السيرفيس انتجين نجي النوع الاخر او الانتجين الاخر الانتجين الانتجين ده زي ما قلنا انه هو ده موجود بعد السيرفيس انتجين كل ما يبقى لو كان ده دليل ان العين ده high level of DNA level of hepatitis B virus DNA في السيرم عالي وhigh rate of transmission ده يبقى highly infectious وده معناه ان الفيروس ده بييريبليكيت بقوة وعنف وكثرة فده معناه انه highly infectious highly active viruses طيب لو ابتدى يظهر الانتي بودي لو كان عنده انتجين ايه انتجين وابتدى يظهر لي الانتي بودي دي حاجة كويسة دي علامة طيبة جدا بتقول ان ده ابتدى الفيروس يقل ابتدى الترانسيميشن الريميشن الليفر يبقى افضل الريبليكيشن بتاع الفيروس احسن ولكن ده لا ينفي ان العين ده برضو لسه عنده chronic active liver disease اللي هو even لو حصله سيري الكونفيرجن فكون انه هو hepatitis E انتي بودي دي علامة طيبة ولكن ولكن لا ما تقولش ان العين ده تم الشفاء الكامل ده معنى ان الحالة افضل فقط لا غير يبقى ده البي اي انتجين ابتدى العين يتحسن او ابتدى فيه سيري كونفيرجن ابتدى يتحول ابتدى يظهر الانتي بودي ويختفي ال اي انتجين الكور انتي بودي الكور انتي بودي ده زي ما قلنا اللي هو الحاجة الداخلية بقى بتاعة الفيروس ده ما بتظهرش في الدم دي بتختفي جوه الخلية بتاعة الليفر دي انترا سيللر انتيجين اكسبريس ان انفكتد هباتوسايت يعني انا لو خدت هباتوسايت وفتحتها ودورت عليها من جوه الاقي الكور انتيجين قاعد جوه طب يوصل للدم؟ لا ما قدرش اوصل له اشوفه او اقيسه في الدم ايه اللي اقيسه في الدم؟ الانتي بودي بتاعه بقى الكور انتي بودي ايوة ده يظهر في الدم ده اي جي ام طبعا اللي هو ليه خمس اذرع ده مهمة اوي وقيمته قيمة لطيفة اوي ان في بعض الاحيان لما السيرفيس انتيجين يبتدي يختفي العيان ده ربنا كتاب له الشفا ويبتدي يظهر الانتي بودي السيرفيس انتي بودي بيبقى فيه جاب ما بين الاثنين لو عملت التحاليل كلها لقيها نيجاتيف طب ايه ده طب ده العيان عنده فيروس يا جماعة وبس هو في الجاب ده في الويندو دي قالك الوحيد اللي بيملى الويندو او اللي بيبقى موجود في الويندو فيز او الويندو بيريود هو الكور انتي بودي يبقى الكور انتي بودي ده هو الحاجة الوحيدة زي ما انتم شايفين البرتقاني ده والأخضر ده ال-IgM وده التوتل ده الوحيد اللي بيبقى موجود ألاقي هنا surface antigen اختفى والservice antibody لسه مطلعش طب ايه أنا عايز أعمل تحليل أشوف العيان ده عنده فيروس ولا لأ ما أقدميش غير أني أعمل core antibody عشان كده أنا لما باجي أعمل عشان أبقى متأكد 100% أن العيان ده ما عندهش فيروس أعمله surface antigen وcore antibody lab investigation أقول له روح يعمل لي الاتنين دول لو كنت surface antigen positive يبقى ده معناه اللي انت لسه عندك infection لو في انت في الwindow phase يبقى ده معناه اللي فيه core antibody زي ما حضراتكم شايفين الدنيا واضحة السيرولوجيكال دياجنوز طيب بالهيباطايتس بي أهم حاجة وآخر حاجة ال-DNA أنا عايز أشوف الفيروس نفسه حضرته نفسه موجود بكمية قد ايه؟ لأنه زي ما انتوا هتشوف في العلاج بداية العلاج بتعتمد على مش وجوده وعدمه لا في كثير من الأحيان بتعتمد على كمية الفيروس هل هي كمية كبيرة تستاهل اللي أنا عالج ولا كمية قليلة جدا محتاجة جاست متابعة فعشان كده أنا بعمل qualitative والأهم منها quantitative كمية الفيروس كمية الفيروس وده اللي بيحكم لي بداية العلاج إمتى وهتستمر ولا لا؟ طيب نيجي للنقطة الفاصلة الحاسمة إحنا بنقول treatment of chronic hepatitis B أول حاجة لما باجي أقولك أنا هعالج hepatitis B لازم أسأل نفسي كذا سؤال أول سؤال العيان ده الإيه أنتجين بتاعه positive ولا negative؟ هل هو positive؟ فهو Replication قوي جدا واكتيفتي الفيروس active في الليبر جامد والليبر affected بشدة ولا لا؟ تاني سؤال أسأل العيان ده سرطيك ولا لا؟ يبقى أول حاجة الأساس بتاع الشغل بتاعه إيه أنتجين بوسطيك ولا negative؟ تاني حاجة العيان ده سرطيك ولا لا؟ طيب خلينا نبتديها واحدة واحدة طبعا هو ده جايد لاينز فيه جايد لاينز كتيرة مختلف يعني اليوروبيا غير الأمريكان غير جنوب شرق آسيا يعني كل مجموعة عاملة جنوب أفريقيا كل مجموعة عاملة نظام معين للجايد لاينز إزاي وابتدي العلاج إمتى ووقف إمتى وعمل إيه فإحنا هناخد المست أكسبتابل في الحقيقة اللي معظم الناس متفقين عليه يبقى إحنا هناخد أول مجموعة اللي هو E-antigen عملته طلع بوسطي طبعا أنا عامل الأول surface antigen اتأكدت إن الفيروس موجود بعمل E-antigen أشوف العيان ده replication إيه أخبار أطلع positive بعد كده أشوف سروتك ولا لا طيب لو ما كانش فيه سيروس قالك والله أشوف ال-DNA لو أكتر من 20 ألف والإنزايم double fold ساعتها أبتدي العلاج على طول طب لو إيه تاني قالك طيب لو compensated سيروس لو عنده سيروس وال-DNA أكتر من ألفين إذا أفتنا خايف السيروس ده اللي بيبادت سير الكارسينوم فعلشان كده بتلككله اللي أنا عالي طيب لو دي compensated سيروس أي حاجة أي level أعالجه على طول يبقى أي level any detectable ولو حتى كام كوبي بس من الفيروس أعالجه وأبتدي العلاج ما استمناش يبقى لو سيروس ده دي compensated سيروس بعالج على طول لو compensated سيروس لو أكتر من ألفين لو زاوت سيروس لا بخليه أفتنى لو 20 ألف أو ال-A اللي تي ضابل النور الكلام ده كله في مين في الهيباطايتس E antigen طيب العكس بقى لو الهيباطايتس E antigen negative قالك والله الموضوع ده ده موضوع من الأول يعني العين ده عنده فيروس عنده هباطايتس B virus surface antigen positive عملت له ال-E antigen طلع negative وقال لكم سير كل المصريين في الغالب عندهم ال-E antigen negative فهو الصفحة دي بتاعتنا احنا بتاعت المصريين قالك الراجل ده انا ببقى مش عارف اعمله ايه يعني ايه ببقى خايف ان هو انا مش دوكا خطير فانا ببقى عارف نسبة خطورته والأمور واضحة الراجل ده مش واضح ال-E antigen negative ده مش واضح فعشان كده بتلككله عشان اعالجه يعني ايه يعني في ال-D E اكتر من 2000 وال-ALT اكتر من اتنين بعالج على طول ايه ده ده دوكا كان 20,000 لا هنا 2000 بس قالك في فاكتور تانية بتأكد الكلام لو ان احنا العيان ده عنده chronic hepatitis B ولكن A-T أقل من اتنين و D-N أقل من 2000 طب خلاص ده مع الجوش يا عام قالك لا بس اخد بالك لو الراجل ده كبير وعنده significant histological disease لو لقيت الليفر يبتدى يبقى فيه fibrosis أو عنده family history of HCC hepatitis C بتاعد hepatitis C أو عنده extra hepatic manifestation لا يبقى لذي مقضي على شوية الفيروس اللي موجودين حتى لو أقل من 2000 حتى لو ال-ALT بتاع ال-ENzyme بتاع الكبد أقل من double الفولد يبقى بيني وبينك أنا في ال-E-antigen ده بتلك ككلو عشان أعلم negative طب ال-E-antigen بصطف لا ده أنا بتلكيكو لما يبقى levers ال-Rose طب لو كومبنسيتو ده زي فقول لك 20,000 و elevated ال-ALT double النور طيب ال-Duration بتاع treatment أعالج لإمتى ده سؤال صعب جدا هقول لك حاجة عشان أريحك العينين دول في الغالب بيتعالجوا على طول طول العمر لأن أنا بوقف في الغالب يحصل ال-Recurrence أو لل-Virus تاني طب أنا بقول لك والله general أنا أنا بعمل الجولد بتاعي أنا ليه بعالج علشان أبريفينت ال-Progression eliminate surface antigen اللي هو اسمه functional cure يعني اللي أنا أحثن ال-Progression ال-Liver يبقى stable ال-Hibatitis B-Service Antigen تبقى مش موجود في السيرروزيس كلمة واحدة لازم تاني بعالج طول العمر لأن السيرروزيس أساسا يعمل هباتوس سيلر كارسينوم وال-B يعمل هباتوس كارسينوم فضربتين في الراس صح توجع وضربتين في ال-Liver تعمل هيباتوس كارسينوم إيه هم الضربتين إنه يكون هباتايتس B ده الواحد كارسينوجينك والсيرروزيس ده الواحد كارسينوجينك فال20 مع بعض في الغالب هيعمل هيبقى كارسينوجينك فعشان كده أي سر روزس لازم أعالج وعالج for life طيب النقطة اللي بعد كده العيان الهيباطايتس بي اي انتجين بوزيتف أعالجه لغاية امتى قال لك والله لغاية ما يحصل تصير الكونفيرجن للسيرفز ان السيرفز يختفي ويظهر الانتيبودي وكذلك الدي ان ايه يبقى zero التست بتاعي مش جايب ولا كوب من الفيروس ساعتها بقول الحمد لله استمر عام السنة الجاي دي وبطل وهبقى تابعك كل تلاتة اربعة تشهر اشوف الليفل بتاع الفيروس قد ايه واعمل لك السيرفز انتجين واشوف الفيروس صحي تاني ولا لا يبقى الاي انتجين بوزيتف ده الامور واضحة شوية فيه يعني بقى اي انتجين بوزيتف بعالجه بخليه سيرفز انتجين نيجاتيف الانتيبودي ان ايه يختفي بكمل اتنشر شهر بعد الاثنشر شهر بتابعه كل تلات تشهر طيب ال اي انتجين نيجاتيف الامور هنا مش واضحة برضه مانا بقولك هو نيجاتيف فمش واضح او بالنسبة لي قالك انا برضو هعمل له التحاليل اتأكد ان السيرفز انتجين بقى نيجاتيف واعمل له بعد شهرين تاني اتأكد لهو لثة نيجاتيف الكلام ده ما بيحصلش في عينين كتير في الحقيقة بيحصل في لزا 5% من العينين من الاخر ال اي انتجين نيجاتيف في الغالب بيحتاج long time for treatment يعني زي بتقول long life اللي هو كل طول العمر العين ده يتنوا على الانتي فير طيب احنا قاعدين نقول نعالج 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 هو احنا بنعالج بايه قالك والله في طريقتين للعلاج اول طريقة عن طريق الانترفيرون اللي ده ده بيبقى انتي فيرال وميونو ميديوليتر افكت بيقو المناعة فبيقضي على الفيروس وفي حاجات ديركت انتي فيرس نيوكلو زايد او نيوكلو طايد انالوج ده مجموعة من الادوية بتظهر ظهرت قبل مقالها كم سنة وكل شوية يجبوا لنا دواء جديد وفي الحقيقة بتحقق نجاح رائع جدا ويعني acceptable البيجيليتد انترفيرون او الانترفيرون 2 alpha ده المشاكل بتاعته يعني طبعا اوتو اوميون ديس اردر فاتيج فلو لايك سيمتوم فيه ادوية تانية زي التينوفوفير الانتيكافير اللاميفيودين اديوفوفير تلبيوفيدين وتينوفوفير الفيناميد طبعا ده الفيناميد هو ده نفس النوع ولكن في الالفناميد ده ده خلى الكمية بتاعته مور ستيبل في البلازمة يعني تقعد فترة اطول فبدل ما كنت بديه 300 ميلي جرام بقيت اديه 25 ميلي جرام لان اضافة المادة دي خليته مور ستيبل في الحقيقة الصايد ايفكت كلها بسيطة او يمكن تينوفوفير لي شوية نيفروباثي فانكوني سندروم اللي اللاميفيودين بيعمل شوية بنكريا طيبس ولكن الحاجات دي مش كوما في الحقيقة وهم معظم الأدوية دي يعني قل ما نشوف فيها صايد ايفكت ولو في صايد ايفكت لقدر الله بننقل من مجموعة لمجموعة أخرى الانترفيرون فكرته انه هو اميوني ستيميلان ده بيينديوس اميون ريسبونس بيسته الحقيقية والكبيرة جدا انه هو ممكن العين ده يبقى اللي انا اقول انت خدت الفترة دي انت كده الف مبروك انت بقيت دلوقتي ربنا شفاك خلاص نعمل متابعة مش محتاجين علاج تاني ده ميزة الانترفيرون طبعا دي صايد ايفكت كتير غالي جدا طبعا انجيكشن صعب اللي احنا يعني اللي يتوفر دايما للمريض ولكن ميسته انه هو بيعمل برولونج جاست العين تتعالج فممكن يتنه لونج لايف ريمش زي ما قلنا الانترفيرون مستو لو شورت كورس بيتاخد فترة وخلاص دراج ريزيستنت قليل اميون ميديوليشن الكنز بقى اكسبنسف لي مني بروبلم سايد افكت وطبعا الكوست عالي او الوران نيوكليوطايد او نيوكليوزايد انالوج دول ده بتهمد للفيروس خد بالك بتهمد الفيروس علشان كده لو قفتها ممكن الفيروس يبقى اكتيفيت تاني مشكلتها ان هي طول العمر في الغالب بناخدها اشهرهم واكثرهم استخداما التينوفوفير والانتيكا فير ده ده نيجي للفيروس بي فييروس بي ده فييروس دي فييروس دي ده في الحقيقة ده فييروس معدوم الشخصية يعني ايه معدوم الشخصية مايعرفش ييجي لوحده لازم ييجي مع الكبير بتاعه الكبير بتاعه اللي هو الهيباطايتس بي سيرفس انتجن يعني هو دايما زي ما تقوله كده دايما ييجي مع الهيباطايتس بي فيديله جاستن العيان ده عنده بي ممكن يجيله دي طب لو دخل الهيباطايتس بي من غير وجود البي لا ما ييأثرش خالص لانه بيعيش جوه زي ما حضراتكم شايفين كده جوه السيرفس انتجن بتاع البي الهيباطايتس بي سيرفس انتجن الهيباطايتس دي يعيش جوه الهيباطايتس بي انترث الهيباطايتس بالرغم من انه ديبندنت ولكن وجوده للأسف بيخلي الهيباطايتس بي لوحده قد يكون معقول مائلد مودرت ولكن ده جاستن الهيباطايتس بي دخل مع الدي بقى الموضوع سو سيفير يبقى اكسليرات الهيباطايتس فيبروزيس انكريز الريسك فيباطايتس دي كومبانسيشن كومبيرتو كورونيك هيباطايتس بي مونو انفكشن يبقى البي مونو انفكشن يعمل ده بث اقل ولكن الاتنين مع بعض كارثة اتجمعوا في الشر دايما علشان اشوف وجوده طبعا عندنا التو تيست المهمين الهيليفل اف انتي دي انتي هيباطايتس دي فيروس والكونفيرم باي دي تيكشن اف هيباطايتس دي فيرل ار ان انسيرام وعلاجه هو نفس علاج البي لان جاستن البي اختفى ده بيبقى كونترول طبعا جاستن اللي احنا لقينا العيان ده عنده هيباطايتس بي دورلي على الفيروسات الاخرى على الدي طبعا دورلي على الهيليفل لانه الروتوف ترانسيميشن كله للتلاتة فيروس او الاربعة فيروس دول واحد اللي هو البلود بورن عن طريق الادكشن هو ده النجم الشباك بتاع كرونيك هباطايتس في مصر الفيرل هباطايتس اللي هو كرونيك هباطايتس سي الدياجنوزيس ببساطة سهلة قوي اللي انا بعمل الانتيبودي للهباطايتس بي الهباطايتس سي بعمله بيظهر في حدود عشر اسابيع بعد الانست أوف انفكشن برضو وجوده واستمراره بعد ستة شهر بيقول اللي انا كده بقيت كرونيك هباطايتس سي فيرل انفكشن البي سي آر سواء كوانتاتيف أو كواليتياتف ده بيأكد لي ان الفيروس موجود طبعا الفيروس عكس البي بقى السي كرونيستي بتاعته عالية جدا يعني لو قلنا ان في القضل في البي عشرة في المية بس هما اللي بيبقوا كرونيك لا هنا للأسف خمسة وتمانين في المية أو تسعين في المية من العيانين بيبقوا كورونيك ليفر ديزيزي يبقى جاست الهباطايتس دخل احتمالية ان هو يكمل بعد ستة شهر خمسة وتمانين في المية من الحالات عشرين في المية بينهم بيتحولوا سروزيس واحد لتنين في المية بيتحولوا لـ بيرير يبقى طبعا ده كارثة محققة وده اللي ربنا نجانا منه الحمد لله في مصر اللي احنا قدرنا نسيطر على الهباطايتس الى حد كبير جدا 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 دلوقتي قلم نلاقي حد عنده active هباطايتس سي فيروس العلاج طبعا برضو كان عادنا سنين طويلا عالج بالانترفيرون مع الريبافايرين بنتعالج لمدة 48 اسبوع وللأسف كان الفيروس بيختفي في الجينوطايب بتاعنا في مصر احنا عندنا جينوطايب احنا هما ستة جينوطايب عندنا في مصر هنا اكتر الجينوطايب فور كان بيحقق اقل من خمسين في المية في الحقيقة ان العين يبقى شوفية تماما بعد انترفيرون المكلف الانجيكشن لونج تايم بـ 48 اسبوع مع الريبافايرين برضو كان ليه سايد بيبقى 50% الحمد لله ظهر المجموعة يعني حاجة معجزة في المعجزات الطب اللي هو الورال نيو اورال دايريكت انتي فيرال دراج اجين استهباطايت السي ده بيبقى بيبقى ان الفيروس يختفي واعمل تحليل بعد 6 شهر من اختفاء ولا ايه لسه مختفي 95% من اول جينو طيب طبعا ده يعني ثورة في عالم الطب والحمد لله ده اللي حصل في مصر في خلال الديكيد اللي فات طبعا هو فيه ادوية كتير يعني انا مش مطالب حضراتكم انتم تحفظوها كلها احفظو لي بس اتنين سوفوس بوفير مع الدكلا الدكلا سوفير دول الاتنين دول اللي بنستخدمهم في مصر الحقيقة حققوا معجزة طبية ان كل الناس الحمد لله اللي خدوهم ربنا كتب لهم الشفاء يتعالج من فيروس سي كل الناس كل اللي عنده فيروس سي يتعالج ياخد علاج الا لو عنده مثلا ادفانس تيومر عنده ادفانس هارت ديزيز لايف اكتبكتنس بتاعته قليلة فما بدلوش الدواء لو كان عنده المشكلة دي التريتمت لمدة تلات شهر اتناشر اسبوع بعد اول بعمله التحليل طبعا بتأكد ان الفيرل لود موجود جاست اللي انا لأكدت موجود بعمله ببتدي العلاج بعد شهر من العلاج بعمله الفيرست تيست للPCR الQuantitative بشوف الفيرل موجود ولا لا في الغالب الفيرل ببقى من اول شهر بيختفي بعد بكده بكمل شهرين علاج واعمل End of Treatment Evaluation للPCR الحمد لله لو لسه موجود لو لسه لو مختفي يبقى لعنده تعالج بعد 6 شهر After Stopping Treatment ده اللي هو الEnd اللي هو Sustained Virulogical Response ده خلاص الموضوع كده اللي عنده شفاءا كاملا The End of Treatment Response هو ده اللي بيقول لي ان العين ده ربنا كرمه شفاء شفاء كامل احنا النهاردة قلنا موضوع مهم جدا الموضوع ده اللي هو Chronic Hepatitis وقسمناه وبعد كده اتكلمنا عن Chronic Viral Hepatitis وقلنا انه هو 3 أنواع كبار Hepatitis B Hepatitis C و Hepatitis D طبعا احنا المرات الجاية ان شاء الله نكامل في Chronic Hepatitis في الانواع الاخرى شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة